رحت سجلت أخذت من أمي ألف ليرة رحت في باس واحد بيطلع من جرابلوس كل يوم الساعة يدعش بالليل سجأ وصلت عشاء أول مرة بطلع بحياتي ما كنت طالع بـ ولا مرة ما عرف شي اسمه الشاب بشوفه بس بالتلفزيون ركبت بهالباس أمي عطتني قالت له هاي الألف ليرة بدي يعدبرني كبيتك لأنه يا ابني أنا موافقة كتير وبحبك وإن شاء الله توصل بس ما رح يمشي لحد وغير رفقاتي وغير الحوالي عطوني معنويات بالفشل بطريقة غريبة كتير أخذت الألف ليرة طلعت الساعة يدعش وصلت الساعة سبعة للصبح وصلت على الكراجات شام ناس عالم أحدت وين رايح ما في تلفونات ولا فيني دق لأمي ولا فيني عدت أبكي 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 أقسم بالله لا لا بتذكر زباه العميلة اللي شبك يا ابني التلماء أنا ضايع وما بعرف إذا أنا بالشام وكذا بس بدي روح على بدي روح سجل مشان نصير ممثل وكذا قال لي روح على هيئة يعني التلفزيون قال لي بساحة الموين رحت على ساحة الموين سألتهم قالوا لي بالمعهد فتت أعدت 8 صبح أحدت بلش ويفوتوا الطلاب بلش فوت العالم أنا جاي من جرابلوس باسيل عالمعهد العالي عادت هاي ال الكنتراست ايه ناس بنات سباب عالم عم تحس حالك بمطار دي مش قد دولي عالم عم تضم بعضه وتبوس بعضه وكذا شو عم يصير يا ثقافي ما عم شي غريب أول مرة بتشوف شي غريب وكذا حتى لما قدمت ورحت دقيت الأمي على الأرضي قلت له شو قلت له كيف المعهد قلت له في عالم كتير عم يتوس بعضه وكذا قلت له إن شاء الله عبالك يا رب قلت له ماشي رجعت منهم تكون عوضت لا والله لا والله لا حبيبي ايه ايه حبيبي رجعت أعطوني موعد بعد أسبوع صار الموعد الثاني يوم قاعد الساعة تساعة للمساء عساس أبي يبعث مصاري أنا آسف ما بدي الناس تفكرني إن بحقي قصص هاي فكرة كتير قصصي مميزة أكتر ما لأنه قصص الناس أصعب من قصصي بكتير يعني أنا قصصي عادية قدامهم صارت الساعة تسعة عساس أبي يبعث مصاري ما بعد فأنا كل ما بذكرها أنا آسف صارت الساعة تسعة قلت له شو الحل قالت لي ما يعني دورنا كتير راحت سألت الجيران كذا يعني ما في ما بعرف هاي من الله أو كذا في بقص واحد بيطلع الساعة عشر لتلك الساعة عشر لعشرة كانت رجعت قالت لي ما قدرت أنا الثاني يوم الساعة ثماني الصبح الفحص عصبت أول مرة هيك بعصب وبعيط وكذا قالت لي ما قدرت وصارت تبكي أما حسيت حالي أسيت أما طلعت قالت لي الله شكله ما بده قلت له ما بده ما بده خلص إذا عشر لتلت دقايق والله العظيم لهلأ بتذكر دقت جارة أمي راحت لعند حدا تطلب منه مصاري أما الجارة هي سمعانة أمي عم تطلب منه مصاري قلت له قلت له خلقت يعني دبرت لك ألف ليرة خلي يجي ابنك ياخده زي بدي يسافر وكذا حملت الشنتاية وركدت أخدت المصاري ورحت ما ودحتها لأمي لهلأ بندم على تلك اللحظة وما اعتذرت منه لهلأ يعني رحت وصلت على الباص وما في ولا كرسي قال لي إذا بدك تروح بدك تععد على الدرج عدت من جرابلوس للشام على الدرج 8 ساعات تقريباً وصلت عن جدمة خشيب هنا ركبت ورحت على المعهد قدمت الحمد لله الله وفقني بعد شهر مروا رفقاتي من جنب البيت أمي قاعدة قدام الباب مروا رفقاتي وطالعين كلهم قدمين وجامعات وراحوا عالجامعات كلهم قبلوا وراحوا فاتت أمي على الغرفة الشي 8 ونص صبح فاتت فيقتني أهلت لي رفقاتك لتلك لتلك ما في شيء لتلك ما رح يابلوك وين كنت رايح يعني وليهك رفقاتك كله راحوا عالجامعات وكذا فقت ما ماني شايف قدامي عادت صارت تحكي 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 لنالك وما سمعت منه وروحت السنة عليك وشو استفدت انت قد المعهد انت قد الناس هدول انت قد هدول كله ساكت بعد خمس دقايق بدق التليفون حدا من المعهد مرحبوا اهلين هون بيت مصطفى قال أعطوني اياه قال لي انقبلت من المعهد اسمك مصطفى محمود جمال مصطفى تقول له ايه اركت 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 وصرخ اركت هيك ما بعرف في اهر جوادي كان فشيت وكل اياتو اشتركوا في القناة